قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن أدوات التنويل المفتقر هي المحافز الحقيقي لضمان تنفيذ التزامات المجتمع الدولي والتي قطع على نفسه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 26 وضعها لموضع تنفيذ مع استعدادنا الكامل لانعقاد دورة 27 من المؤتمر في مصر أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر تعمل على دفع الجهود الوطنية وكذلك تعزيز العمل الإقليمي والدولي الهادف لترصيخ مفاهيم المناخ والحفاظ على البيئة وقد جاء ذلك خلال كلمة رانيا المشاط بمؤتمر البنوك الخضراء ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنعقد في دبي